والأخرى كالإمارات مثلاً أو السعودية أو حتى مصر يعني اليوم نسمع أن انضمام مصر رسمياً ستبدأ عضوياتها مطلع العام المقبل عشرين أربع عشرين على ما أعتقد وكذلك سعودية والإمارات بينما تشيع وسائل الإعلام وتذيع على نطاقات واسعة بأن الجزائر رفض طلب عضويته لهذه المنظمة هذا ما يشاء حقيقة ولكن أنا عندي معلومات خلافاً لهذا الأمر وهو ما سنتحدث عنه في حلقة الليلة لقد يتفاجأ البعض بأن التحفظ هو من طرف الجزائر وليس من طرف منظمة بريكس بموجة باجتماعاتها وبموجة بالقرارات الصادرة بالإجماع طبعاً تصوت الدول الأعضاء لسالح انضمام هذه الدولة أو تلك كدولة مراقبة أو عضو عضوية كاملة مثل مصر الآن أصبحت منذ مطلع العام المقبل عضو كامل في هذه المنظمة منظمة بريكس وفي النهاية يتم اتخاذ القرار ولكن أنا حسب تقديراتي وحسب أستطيع أن أعتبرها معلومات أكثر من مجرد تحليل سياسي هي أقرب إلى المعلومات ليست موثقة بنسبة 100% عشان مصداقيتي ومصداقية القناة ولكن هي أقرب إلى المعلومات منها إلى التحليل السياسي الجزائر هو الذي طلب سراً من روسيا خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين حسب بعض المعلومات التي توردت إلي أن يؤجل انضمامها إلى مجموعة بريكس لمدة عام واحد على الأقل لماذا أنا أجيبك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة لماذا فعل الجزائر ذلك حسب المعلومات التي وردتني من مصادر إعلامية ذات ثقل وذات وزن وبعضها مقرب من مطبخ صنع القرار الجزائري فإن انضمام بعض الدول العربية المقربة من الولايات المتحدة الأمريكية خلق حالة من التحفظ لدى الجزائر الشيء الذي دفعها لطلب مهلة حتى تنظر كيف سيتعامل هذه المنظمة مع دول ليست مجرد صديقة بل هي حليفة وبعضها حجم العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مجرد طبيعي لدرجة أن بعض وسائل الإعلام تصف التحالف القائم بين بعض الدول العربية وبين الولايات المتحدة الأمريكية تصف هذه الدول بالمحميات الأمريكية هكذا تسميها محمية أمريكية وبعض هذه الدول طبعا تربط عملتها المحلية بالدولار الأمريكي ربطا عضويا بمعنى أنه إذا انخفض سعر الدولار عالميا تنخفض العملة المحلية الوطنية لهذه الدولة إذا قرر البنك المركزي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية رفع سعر الفائدة تقوم هذه الدولة برفع سعر الفائدة البنك المركزي في هذه الدولة يعمل على رفع سعر الفائدة بنفس عدد النقاط التي أعلن عنها البنك المركزي الأمريكي نهيك طبعا عن التبعية السياسية الافتراضية والأمنية هذا الموضوع جعل الجزائر يتحفظ قليلا على الانضمام طبعا هناك أسباب أخرى ولكن مبدئيا هذا السبب ما الذي يجعل الجزائر يبتعد عن أي تحالف يضم أطراف في الشبكة الأمريكية العالمية الدولية طبعا عندما أقول الشبكة العالمية الأمريكية أتحدث عن تنسيقية هائلة جدا قد تظهر في أعلى تجلياتها مثلا من خلال حلف النيتو ولكن هناك أكثر من نيتو حول العالم وكلها تخدم مصالح الأمريكية بالدرجة الأولى الجزائر لديها اليوم قلق وجودي يتعلق بأخطار أمنية محدقة ولا تستطيع أن تكون ضمن محاور أو ائتلافات معينة محسوبة على معسكر مناوئ حتى ولا يكون هناك عداء رسمي معلن يعني العلاقات الأمريكية الجزائرية هناك علاقات محدودة ولكن لم تقطع هذه العلاقات تماما كما أن لدى الجزائر علاقات مميزة مع دول أوروبا ولكن لا يوجد تنسيق يصل حد الانخراط في تحالف مشترك السبب الآخر الآن الذي يجعل الجزائر تتحفظ خليلا على الانضمام إلى بريكس الجزائر تريد أن ترى إلى أين سيذهب الصراع الحاصل في أوكرانيا منظمة بريكس لرفض طلب دولة مثل الجزائر الجزائر دولة لديها اقتصاد قوي لديها امكانيات اقتصادية كبيرة ليست رقما هامشيا ولا هي دولة خالية من أي موارد طبيعية أو لا تتوافر على فرص استثمارية هائلة للمنطقة وللعالم كما ألمح بعض الصغار في الصحافة العربية الصفراء أنه والله الجزائر ما عندها امكانيات ولا عندها قدرات لذلك بريكس رفضها هل تظنون بأن الاقتصاد المصري أقوى من الاقتصاد الجزائري أعطيني حقائق وأرقام ومعطيات سيبني مما يكتب في وسائل الإعلام أنا لا أصدق الكثير مما ينشر في وسائل الإعلام كبرى فضلا عما ينشر في بعض المدونات الشخصية لبعض العاطلين عن العمل قدم لي بالأرقام ما يثبت أن الاقتصاد المصري مستقر وآمن وقوي أكثر من الاقتصاد الجزائري احترامنا للجميع نحن لا نقلل من قيمة أو من قدر أحد ولكن نحن نحلل ضيرا ترجمة نانسي قنل ضيرا اشتركوا في القناة